وعلى ذكر دبي وأبو ظبي كانت طائرة رئاسية أرسل لي أحد الأفاضل وهو متابع للأحداث خليني نشوفها لكم من قلب الموضوع ماذا تفعل طائرة رئاسية طائرة الجزائر الرئاسية طائرة هذه اللي المفروض هي انتاع هذا المعتوه تبون ذهبت إلى الإمارات ذهبت إلى الإمارات إلى أبو ظبي بالضبط يوم عشرين فبراير وبقيت الطائرة هناك خمس ساعات ثم عادت إلى الجزائر من الذي ذهب إلى أبو ظبي يوم عشرين فبراير في الطائرة الرئاسية هل هو تبون أستبعد ذلك فهو مريض ووضع الصحي سيء جدا إذن أحد كبار الجنرالات وعلى الأرجح ممكن معه كاش مدني كاش واحد من الخدامين تاح من الخماسين ذهبوا لأبو ظبي لماذا ذهبتم لأبو ظبي؟ أمرة أخرى اللي باش جيبوا المشورات والله باش جيبوا الآليات والماكينات باش جسوا الجزائريين أم أنها أموال هربت هناك ذهبت في الطائرة الرئاسية ذهبت كاش في كراطن؟ لا ندري في حقيقة الأمر لكن ما نعرفه هو يستطيع الناس أن يتأكد منه اللي رهم يتابعوا في الطائرات في الرحكين مواقع تتابع كل طائرات العالم لتحرك يستطيعون أن يجدوا هذه المعلومة وهي أن ما يسمى الطائرة الرئاسية الجزائرية كانت يوم 20 فبراير قضت خمس ساعات في مطار أبو ظبي قبل أن تعود راشها طبعا الإمارات تلعب دور تخريبي هائل وهي ما زالت مسيطرة على أوضاع اقتصادية بما فيها ميناء الجزائر بما فيها ميناء جنجن بما فيها أسلحة بما فيها ذلك قالنا أنت على المرسيدس داس بما فيها خنشلة كلها داخل فيها الإمارات وحمزة جعودي ذلك الحر من أحرار البلاد أدخلوه السجن لأنه فضح وكشف الدور الإماراتي البائس جزئيا تكلم فقط على المطار أما الأوضاع الحقيقية فهي كارثة واسألوا خاوتكم انتعى الشركة الوطنية سابقا للتبغو الكبريت وغيرها من الشركات اللي مسيطرة عليها هذه الدولة المسخ للأسف لم تتركوا من إرث الثوار شيء بل أنكم اليوم أبشع من الكولون لأن الكولون كان يحبوا البلاد وكرهوا الشعب أنتم تنهبوا البلاد ما تبنوهاش تنهبوها وتكرهوا الشعب وطريقتكم شديدة التخلف شديدة التخلف